مساء الخير تخصبت المنطقة بزيارات بدأت برئيس في دمشق وزيارات البحث عن رئيسنا في لبنان والتي بدأت معالمها بانقشاع الرؤية تدريجيا من خلال جولة السفير السعودي وليد البخاري على المرجعيات السياسية والدينية ففي اول جولة ايرانية من نوعها على سوريا كان ابراهيم رئيسي يفتتح من الشام مرحلة اعادة الاعمار ويترأس وفدا اقتصاديا سياسيا رفيعا ويوقع مع الرئيس بشار الاسد اتفاقيات تعاون استراتيجية وتخذت زيارة رئيسي بعدها الديني الاوسع من خلال الحج الى مقام السيدة زينب التي تختصر كل المقدسات بالنسبة الى ايران ولهذا التعاون السوري الايراني ان تنعكس مفعيله على مجريات عودة سوريا تدريجيا الى الساحات العربية وما سيتم تقريره في قمة الرياض اما لبنان فهو على هامش القمم او ادنى بقليل لكن هذا لا يعني عدم مشاركته في فعليات القمة اذ سيتمثل عبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بوكالته عن رئيس الجمهورية المغيب بقرار لبناني ولما كان لبنان ينتظر عودة السفير البخاري لاستفاء ملامحه الرئاسية فان هذه الملامح ظهرت بشكل مبطن وهي تحتاج الى القراءة بين الكلمات ففي الشكل عاد البخاري ملتحيا وفي المضمون يلتحف موقفا مرنا فقد ارتأى البخاري افتتاح جولاته من دار الفتوى ولقاء المفت داريان قبل ان تعلوا البسمات على وجهه في لقاء الرئيس نبيه برري وهو قال للجديد بعد الزيارة لا نرتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدد استقرار الشعب اللبناني ووحدته فهل تفسير ذلك ان ملء الفراغ وبشكل فوري وعاجل سيكون عبر عدم ممانعة السعودية في انتخاب فرنجي لم يعرف ما اذا كان هذا التوجه على وجه التحديد لكن البخاري زار بعد ذلك رئيس حزب القوات سمير جعجع وكان الطريق الى معراب اطول من مدة الجلسة مع طاقم القوات برئاسة جعجع وبعد الزيارة قال البخاري ان الانتخابات الرئاسية شأن سيادي لبناني ويعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل وتقف المملكة خلف خياراتهم هنا جاء الموقف اكثر وضوحا اذ بدأ السفير السعودي بالهبوط التدريجي على سلم فرنجي وذلك عبر عدم تمسكه بمواصفات سابقة ترسم للرئيس مزايا قد تشدد بها لكنه ترك هذا الخيار للبنانيين انفسهم وربطا برياح الشمال الرئاسية كان كلام الرئيس نبيه بري يدور في فلك امتلاكه كلمة سر سعودية فرنسية تطابق مواصفات رئيس تيار المردة وعلامت هذا التطابق ان معراب تمردت على استنداجات بري وصفة سرده الرئاسي بانه عنزه ولو طارت لكن بالنسبة الى نبيه بري فهو طير الفيل سابقا والعنزي تفصيل ترجمة نانسي قنقر